موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد والتي نناقش فيها الأجواء العامة التي تنعقد فيها المنتديات العامة حول تشخيص وإصلاح قطاع العدالة التي تنعقد في العاصمة نوخشوط هذه الأيام وتناقش هذه المنتديات مواضعة من بينها أو من أبرزها تشخيص واقع العدالة وجودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين ونظام السجون والإصلاح الجنائي إضافة إلى الولوج إلى العدالة ورقمنتها وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة ويشارك في هذه المنتديات الخبراء القضائيين والمحامين والقضاء وكتاب الضبط وغيرهم من الفاعلين في قطاع العدل أسعنا إذن لنقاش مشاركة الخبراء القضائيين في هذه المنتديات ورأيهم فيها تنظيما ومخرجة أن يكون معنا سيد محمد فاضل الهادي الأمين العام للتجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين مرحبا بك سيد محمد فاضل بداية ما هي الأجواء التي تجري فيها النقاشات داخل هذه المنتديات طيب شكرا جزيلا وسلم الرحيم الصلاة والسلام على سيئة المرسلين شكرا جزيلا لأخي محمد فاضل محمد عبد الرحمن محمد فالق سيد على الاستضافة وشكر الموصول لقناة المرابطون المنتديات العامة العدالة هي تدخل في صميم ما يسمى ببرنامج رئيس الجمهورية الخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني والهدف منها هو الاطلاع وتشخيص واقع العدالة والخروج بمخرجات تجعل العدالة مواكبة للعصر وتضمن أيضا أن تكون العدالة على مستوى يرضي المواطن ويرضي المستثمر ويرضي كل من له علاقة أو له حاجة لدى هذا الجهاز هذا القطاع الخدمي الوطني ومنتديات نحن صراحة تفاجأنا بعقدها عندما تم الإعلان عنها من طرف وزير العدل الدكتور محمد محمود بن عبد الله بن بوي في مجلس الوزراء في بيان فاجأنا هذا البيان وفاجأنا وافرحنا في نفس الوقت كنا متفاجئين بهذا القرار الشجاع من حيث طبيعة الجراء على هذا الموضوع الموضوع كان حساس وكانت العظيمة كلها التي ربما قامت بمحاولات آخر المحاولة كانت منذ 17 عاما وكانت خجولة ونتائجها كلها خجولة محاولة إصلاح القطاع 2005 تقريبا حدود 17 عاما وكانت إصلاحة خجولة جدا ولم يشارك الجميع فيها نظرا لبعض الأمور التي لم تكن في ذلك الوقت محل نقاش وكان الواقع في الحين إذن لا يسمحوا بنقاشها هذه الشجاعة التي أظهرتها القيادة قيادة البلد بإرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني وبإيضا تصور كان جيد من طرف معالي الوزير وأيضا الطاقم المرافقة العامل معه في قطاع العدل في الوزارة وتقبل أيضا الفاعلين في القطاع لهذا المشروع الإصلاحي وهذه النظرة الإصلاحية كان أيضا تقبلا إيجابيا من حيث التعاطي لأن المتدايات لم تبدأ الآن بدأت منذ فترة منذ ثلاثة شهر وكان أول ما بدأت به هذه المتدايات هو بعث رسائل مباشرة إلى الجهات المعنية بالقضاء وللفاعلين في المجتمع المدني وإلى أجهزة الدولة كلها لتقديم تصورات ومؤاهم حول إصلاح العدالة ومن هذا المطلق شكلت لجنة علمية وأخرى فنية لتحضير لهذه المتدايات نحن كنا متابعين لهذا الشأن لأنه يهمنا جدا ويعني كنا رأينا في المنهجية ما يمكن أن يخدم هذا القطاع وأن يصلحه وأيضا الأمر الآخر المهم جدا هو إشراك وزراء العدل السابقون وترأسهم لجلسات النقاش كأنه إذا كانت لم تكن توفر لكم الفرصة بسبب كراهات سياسية في ظل توليكم لوزارة العدل هذه الفرصة متوفرة الآن لكي تقدموا رؤاكم وما كنتم تطمحون لتنفيذه وكان هذا مرشيد جدا أيضا إشراك بعض الأخوة من الدول الشقيقة والجارة وصديقة وهذا كان يعني نوع من يعني الانفتاح إلى تجارب الآخر التي ربما تضيف جديد وتساهم أيضا في أن تكون مخرجات على مستوى عالي جدا طيب أنت قلت أكثر مرة أن هذه المتدايات في نسختها الحالية تتميز بعدة ميزات ما الذي ستضيفه هذه المتدايات برأيك وهل يمكن أن تكون كما يقول بعض ممكن أن تكون مجرد لقاءات عامة ونوايا حسنة حول إصلاح القطاع العدالة ولكن الواقع شيء آخر طيب هذا تصور لكن هذا تصور ينفيه المنهج الذي يتبع ينفيه أيضا انتزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيء القزواني مباشرة ومام المحاضرين ومام المشاركين التزام بتطبيق مخرجات هذه المتدايات هذا أولا الآن الآلية المنهجية المتبعة في الورشات كانت منهجية واضح فيها أنها ستقدم توصيات وتقدم تقارير تقارير قابلة للمتابعة كيف؟ تم إعداد التقارير على شكل مواضيع نقاط واضحة واضحة إجراءات إجراءات إجراءية يعني توصيات واضحة كأنها على شكل ما يسمى بخطط جملة خطط الخطط وأيضا هذه المقترحات وهذه التوصيات تم تحديد لها أيضا تم تحديد ما هو سيدة تحديد من طرف اللجنة الفنية من طرف اللجنة المتحدة تم تحديد الأولوية فيها وهذا ما عبر عنه معالي وزير العدل في زيارة لورشة مهني العدل التي كنت منذنها كممثل تجمع مهنة الخبراء القضائيين قال أن هذه المخرجات ستحدد لها أجال يعني بأجال قريبة متوسطة وبعيدة في المد وأذكر أيضا بما يتعلق بمهني العدل أن التوصيات التي ستصدر عن ورشتهم ستكون غالبيتها في الأجال القريب وهذا أيضا من الأمور الإيجابية خلال جرسة افتتاحية هذه المنتدات أعتقد أنها عقدة يوم الخميس الماضي كان لافتا أن ممثل القضاء وممثل هذه القضاء وكذا ممثل المحامين أو نقيب المحامين كلاهما اشتكى بطريقة أو بأخرى من التدخل في القضاء ومن ممكن استخدم سطوة السلطة التنفيذية أو السلطة الأخرى على السلطة القضائية برأيك هل هذا هو الإشكال الحقيقي والرئيسي لكن الحال هذه أرى نقابات أرى نقابات مهنية ربما لا أتفق معهم إلا نسبيا فيما قالوا أعتقد أنه منذ وصول الرئيس الحالي محمد الشيخ الخزوان إلى السلطة واضح أنه لا تدخل في مجال في اختصاص القضاء هذا واضح نحن شاهدناه نتابع القضايا الكبرى والقضايا المتوسطة والقضايا خاصة منها القريبة من المجال السياسي أنه لم يكن هناك تدخل نقابات تريد ربما الرغبة لديها في الاستقلال الاستقلالية أكبر للقضاء وفي أيضا جبح يعني طلب من التنبيه على خطورة تدخل السلطة الأخرى في عمل السلطة القضائية لكن المنتديات وخاصة الورشة التي كنت فيها يعني قدمت فيها توصيات واضحة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس العلال للقضاء وتوسيع صلاحياته يجعله مؤسسة وهذا أمر يدل على أنه فيه نية لدى حد الفاعلية في القضاء في استقلال القضاء ولكن هؤلاء يذكروا نقاط محددة يعني ليس فقط مجرد رغبة عامة أو طرح نقابي من الشرط إلى أنه ربما من الطبيعي أن يحدث يعني بالنظر إلى مهمة كلا الطرفين أو صفته ولكن حينما يتحدث مثلا نقيب المحامين عن تحويلات القضاء بغير رغبتهم حينما يتحدث الرئيس لادي القضاء عن أولامي العام لادي القضاء عن غياب القضاء في بعض المؤسسات التي منها طبيعيا يكون فيها مثل المجلس الدستوري مثلا وغيرها من المؤسسات التي تخلو الآن من وجود قضاء فيها لا يدل ذلك على تهميش للقاضي وعلى ربما مس باستقلالياتهم خلال تحكم وزارة العدل بوصفها ومثلة عن سلطة تنفيذية في تحويلات القضاء وفي نقلهم من مكان إلى آخر طيب أنا أعتقد أنه يدل على أن على أنه هو مبرر هذه الأمور التي ذكرت وإن كانت أمور من بين أخرى وما لن تذكر أيضا هذا يدل على مبررات هذه المنتديات وضرورتها وضرورة الحاجة الماسة إلى هذه الورشات التي كان النظامها واضح حرية التعبير بشكل أولا ثانيا المساواة فيما بين المهنيين مهني القضاء بدأ بالقضاء وانتهاء بكل بكافة العوان العوان القضاء هذه نقطة مهمة جدا لأنه وتيحت الفرصة وتيحت الفرصة للجميع يدلعي بأرأيهم في جميع القضايا لم تكن هناك أولا محاذير بدأنا بالمجلس على القضاء وهو على السلطة وتم التوصية بأنه يكون السلطة مستقلة وأن تسمى السلطة القضائية مجلس العلاء السلطة القضائية وهذه التوصية تم التنصيص عليها في المنتديات أيضا الوقوف معالي وزير العدل بمسافة واحدة من كافة المشاركين وهذا أمر أيضا مهم جدا وهو كشخصية وتوافقية يعني ليست فيه نفس الصفات المانعة المانعة للإصلاح التي ربما كانت موجودة في بعض الوزراء الذين كانوا في عهدهم محاولات إصلاح القطاع تقصد أنه ليس مثلا محاميا أو يحيط صفة لا أريد أن أحدد لكن المهم أنه كشخصية توافقية يمكن أن يتقبل بصدر رحب التوصيات توصيات لن تكون في الصالح طرف للصالح طرف التوصيات دائما تكون توصيات عامة توصيات تخدم القطاع تخدم النصلحة العامة والضروري في هذه التوصيات أن تكون لإصلاح العدالة لإصلاح العدالة لصالح كل مواطن طيب دعنا أتحدى عن إصلاح العدالة ربما الشرط إلان هناك شبه إجماع على أن العدالة تحتاج إلى تشخيص ممكن أن يختلف الناس في مستويات الاختلالات الموجودة في السلطة القضاية ولكن هناك إجباع على أن قطع العدالة يحتاج إلى إصلاح ما هو تشخيصكم لواقع العدالة؟ عن شين هي الإشكالات الكبرى التي يبدأ منها ويبدأ بها طيب بالنسبة للإشكالات، إشكالات كثيرة جداً لا خلافة فيها وهي أيضاً لا تحمل فيها المسؤولية لجيل ولا لجهاز حكومي معين نظام معين وغير ذلك هي تراكمات من نشط الدولة إلى اليوم كانت العدالة تتطور شيئاً فشيئاً مثل كافة القطاعات العمومية وفيها مشاكل وفيها اختلالات هذه الاختلالات المهم هو تصحيحها وهذه الاختلالات من أهمها ومن أبرزها وأنه يبغي أن تتجسد استقلالية القضاء بمعنى أنه تتجسد على جمع المستويات سواء منها ما يتعلق بالقضاء بتسيير محاكمهم بدءاً بالمحاكم الولايات ومحاكم المقاطعات وانتهاءاً بالمحكمة العليا يعني استصاعدياً وأن يكون نشعر بأن الجهاز القضائي ليس هناك أي نص قانوني يسمح لأي جهاز كانت بتدخل في شئانه هذا من باب حماية القضاء حماية استقلالية القضاء وأيضاً يكفينا طبعاً في البداية أن نذكر أن الدستور كرسها الاستقلالية وكانت هناك مطالب يعني في الورشات في الورشة التي كنت مشارك فيها كانت فيها مطالب بزيادة يعني مواد دستورية المتعلقة بالقضاء عددها ثلاثة ورفعها إلى عدد يسمح بأن تكون غالبية الأمور الجوهرية ذات العلاقة باستقلالية القضاء مضمنة في الدستور لكي لا يكون تغييرها سهل جداً ولكي أيضاً نضمن أن عموم القوانين تكون ملزمة باحترام هذا النص السامي الذي هو الدستور وتالي تكون دائماً في احترامها سيكون هناك احترام للعدالة تشخيص واقع العدالة الواقع العدالة هناك إشكالات فيه تتعلق بالولوج إلى العدالة هناك إشكالات تتعلق بعدم الاستفادة من الرقمنة ولذلك وجدت ورشة خاصة بالرقمنة هناك إشكالات أيضاً تتعلق بالعوان العوان القضاء لأن عوان القضاء فيهم من يعني كل واحد منهم يقال أن القضاء القاضي ليس شخصاً اليوم في العصر وإنما هو مجموعة أشخاص يجسدون القضاء يجسدون الحكم وهذه مجموعة المهنيين أولهم القاضي وعلى رأسهم وهو الضامن للحكم وهو يعني يبغي أن يكون في وضع جيد جداً هذا الأول ذانياً القضاء الآخرون أنا أسميهم القضاء وما لا يعيش بالبعض لكن هي تسمية لديه لديه القاضي الفني والذي هو الخبر القضاء لديه القاضي العقود والذي هو القاضي الموثق ولديه أيضاً القاضي التنفيذ وهو العدل المنفذ ولديه أيضاً قاضي القاضي البينة أو قاضي الدفاع وهو المحام وهؤلاء يكون لهم قضاء بالنسبة لي لأن كل واحد منهم له دور في تشزيد هذه الشخصية المعنوية التي تسمى بالقاضي التي ستضمن العدالة على مستوى البلد أيضاً هناك نقاط أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام ذكرت ولسنا خاشرين من ذكرها عدم تنفيذ الأحكام التي تسطر ضد الدولة وهذه أيضاً أمور ينبغي أن تقدم فيها توصيات وقد جمت فيها توصيات توصيات لكي نضمن لأنه في الأخير كيف تضمن أن التنفيذ يأتم كيف تضمن أن ما يتعلق بالقضاء أنه سيكون مطبق 100% لا تضمنه إلا بالنصوص النصوص هي الضامن لكل شيء إذن علينا خلق النصوص ضامنة لاستقلالية القضاء علينا مراجعة كل النصوص التي تمس وربما فيها ما يمس هل يحتاج تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة القضاء؟ هل يحتاج إلى نصوص جديدة؟ لا ربما لا يحتاج إلى النصوص لكن ربما يحتاج إلى توضيح لآلية ومصطرة التنفيذ إلى توضيحها بشكل أو بشكل أنا أعلم أن هذا محل الجدد القانوني ويمكن أن نعود إليه في الجزء الثاني من البرنامج ولكن اسمحني أن نأخذ فاصلة قصرة شاهدنا الكرام يبقى معنا مشاهدين الكرام تلفت قناة المرابطون عنايتكم إلى أن الدروس الرقمية التي تقدم على الشاشة موجودة على قناتنا على اليوتيوب ويمكن من نجوه إليها بكل سهولة عبر الرابط التالي شاهدنا الكرام أهلاً وسهلاً بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج جيل المشهد لا يناقش فيه رأي الخبراء القضائيين في المنتديات العامة لإصلاح العدالة التي تنعقد هذه الأيام في الأصمة وكشوت يسعدنا أن يكون معنا سيد محمد فاطل الهدي الأمين العام للتجمع المهني الخبراء القضائيين المريتانيين مرحباً بك أمين جديد أشرت إلى إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية وقد اشتكى منها كذلك نقيب المحامين وأشار إليها أيضاً الأمين العام لنادي القضاء خلال كلمته في افتتاح هذه المنتديات الخميس الماضي هناك نقاش قانوني بشأن هذه المسألة ولكن وانا فني ولا استقانوني ولكن عندما عندما لا تنفذ الدولة لأحكام يعني ما معنى هذا والله بصراحة هذا الموضوع يجب أن يرجع إلى القانونيين لأنه أنا صفتي فني ولا استقانونيا لكن أرى أنه الدولة المشرع لم يقول أن الدولة ينفذ عليها إلا لأن الدولة هي الضامن للتنفيذ بتالي يجب أن نفهم هذا من هذا المنطلق إضافة إلى ذلك بتالي هو في دلالتي ومعناها محسوم محسوم يعني أمر محسوم محسوم إلى الغيب إلى آخر لكن المطلوب هو وجود مساطر جرائية تضمن بوصول أعلى سلطة في الدولة على سلطة في أي قطاع وصوله بالقرار القضايا وهذا يضمن أن يكون على سلطة مسؤولة قانونيا يمكن أن يساءل إذا لم تنفذ الأحكام وهذا أمر قابل لأنه ليس هناك من لا يمكن أن يمثل أمام القضاء الكل معرض للمقاضات وللمحاكمة إذا أخلى بقواجباته ومسؤولياته فيها على سلطة طيب أنت أشرت إلى إشكالات وعاني من المرفق القضائي من أهمها مسألة الولوجي العدالة من أهمها ما يعرف بقضية استقلالية القضاء وإن كانت النقاش فيها نقاش عام ولكن من أين نبدأ؟ ما هو المدخل لإصلاح القضاء؟ المبدأ في نظري وبحسب ما تم تداوله في الورشات كلها المبدأ هو الإنسان نبدأ بالإنسان نبدأ بالإنسان بمعنى أن نبدأ بالموارد البشرية للجهاز القضائي نبدأ بالقاضي تحسين ظروفهم وتحسين المساطر التي يعملون بها وتطوير القوانين التي تؤسس لأجهزتهم الضامنة لحمايتهم سواء كانت نقابية أو كانت على شكل هيئات أو جمعيات مهنية وغيره تحسين هذه الأمور وتحسين الواقع المتعلق بمعاشاتهم مثلا القاضي اليوم وهذه كبيرة من الكبائر القاضي لا يمكن أن يتقاعد براتبه القاعدي هذا أمر فو بنسبة لي وبنسبة للجميع وكان رأي فيه واضحا وصريحا أنه على الأقل ما بين 70 إلى 80% من الراتب الكل للقاضي ينبغي أن يبقى له بعد التقاعد أيضا فتح الباب من خلال أيضا فكرة ما سمي بمقترحة أحد المقترحات المهمة الهامة جدا وهو المعهد العالي للمهن القضائية وأن يكون القاضي في تجربة معينة عندما يعني يحارل المعاش أن يكون مكونا وأن يكون على التكوين لكي يكون قادرا على التكوين وكي نستفيد من خبراته فسيكون لنا جميعا أستاذا سواء للمهني الخبير أو لبقية المهنيين أو حتى لزملائه القضاة الجدد الذين يتم اكتتابهم في مرحلة ما بعد حالته للمعاش الإنسان هو ما يجب أن نبدأ به الإنسان في التكوين في التأطير في الوضعية المعيشية لكافة المهني القضاء الإنسان في أيضا احترام احترام الإنسان داخل المساطر وداخل النظم وداخل الجهاز القضائي بكل شكل كلي يعني الاهتمام بالموارد البشري ولا أخفيك أيضا أن هناك أيضا ضرورة الاهتمام بالإنسان داخل الوزارة لأن الوزارة ضرورية جدا أن تكون الأجهزة الإدارية الموجودة في الوزارة أن تكون يعني أن يكون هناك اهتمام بتكوينها بتأطيرها بإعادة هيكلة القطاعات الموجودة في الوزارة وأقصد الإدارات والمصارح الموجودة في الوزارة وأن يكون هناك أيضا اهتمام بالأعوان لأن العوان القضاء ينقسمون إلى قسمين قسم في الوظيفة العمومية وهم كتاب الضبط وقسم آخر ليس في الوظيفة العمومية وهم يعني أعوان حرون لا يسمى بالأعوان المستقلين طيب الحديث عن أعوان القضاء أنتم كخبراء قضائيين ما هي مطالبكم بين يدي هذا هذه المنتدايات نحن كنقابة بما أنها منتدايات وورشات لا نقول بمطالب لأن المطالب فيها ما يمكن أن نؤجله لنطلبه بطريقة أخرى هناك وسائل أخرى كفلها لنا القانون نحن قمنا بتقديم توصيات توصيات لاحترام الخبير للقضاء وأول توصية وأهم توصية قدمناها هي أن القاضي يجب أن يتعفف وأن تحدد له النصوص الجوانب الفنية التي لا يبدو فيها لضمان بلوجنا إلى حقنا في ممارسة مهنتنا لأن الخبير القضائي يعيقه أن القانون الأساسي للخبراء القضائيين يقول أن الخبير القضائي مساعد للقاضي في جوانب الفنية وعليه أن يتوجه إليه لكن جاءت للقوانين الإجرائية أيضا وقالت أنه للقاضي إذا أراد وبالتالي كانت هذه الصيغة كأنها كانت هذه الصيغة كأن القاضي يمكنه أن يحكم في أمور الفنية ما هو أكيد وما نؤكد عليه هو أن القاضي ليس ملزما بالأخذ برأي الخبير ونحن نتفق مع كل من قال بهذا لأن القاضي يجب أن يكون مستقلا لكن أيضا ضروري جدا أن ينظر في الرأي الفني قبل أن يأخذ قرار لأنه إذا نظر في الرأي الفني قد يساعده على اتخاذ قرارات صائبة وقد يساعده أيضا إلى ضمان جهودة العدالة وهذا ضروري جدا وطرحناه كتوصية هامة جدا من من التوصيات الأخرى التي طرحناها أيضا هو أنه تجديد اللائحة اللائحة السنوية للخبراء القضائيين أيضا في سلك الخبراء القضائيين يوجد ما يسمى بالمترجمين وطلبنا لهم سلك خاص لأنه على غرار بعض الدول هناك سلك خاص بالمترجمين والمترجمين ضروري جدا لأنه ضروري إخراجهم من بوتقة الخبراء القضائيين وأيضا تزويد المحاكم بهم لأنه في الأخير لا ينبغي أن يترجم إلا من هو معتمد ومن هو محلف وهذا أمر ضروري جدا لضمان أيضا الشفافية في التعاطي مع المتقاضين ما بين القاضي والمتقاضي وما بين القاضي والمحامين أيضا الترجمة ضرورية وضروري أن يكون الترجمة معتمدا وأن يستدعى وقت الحاجة دائما له أن يستدعى في حالة وجود أجنبي مثلا أو شخص صغير ناطق باللغة باللغة التي يتقنها القاضي هذا أمر ضروري بالنسبة لنا أيضا من الأمور التي طالبنا بها وهي من الأمور الضرورية جدا منسبة لنا كخبراء قضائيين هو أن يتم سواء إما إلغاء الهيئة الوطنية لخبراء القضائيين أو تفعيلها بشكل جدي وهي الهيئة معلسف راكدة وبها مشاكل كثيرة جدا نعاني منها وتعاني منها وعاني منها حتى القضاء وبالتالي نحن نطالب بتفعيلها أو إلغائها وترك للخبراء الحرية النقابية بمثلما هناك جمعية مهنية للخبراء القضائيين نمثلها وقائمة بوجدانها وهي أيضا مؤسسة على أسس سليمة قائمة لديها موقع إلكتروني في جميع الخبراء بصورهم ومعلوماتهم الشخصية واختصاصاتهم لديها أقسام افتتحتها كل تخصص موجود بشعبه فيه قسم خاص به إلى آخر ذلك كانت هناك جملة كبيرة من التوصيات ربما خانتني ذاكرة في بعضها لما تذكرها إلى أن هذه التوصيات كلها تصب في منحة واحد وهو إصلاح العدالة ومنها أيضا التوصيات التي قدمها الأخوة الآخرون من المشاركين وأذكر أيضا أن المشاركين من ضمنهم فاعلي في المجتمع المدني ومن ضمنهم ممثلين للبرلمان وممثلين للجهات الأخرى ضمانا لأن يكون الجميع يعني مشارك في العدالة تهم الجميع وتعني الجميع طيب بالنظر إلى هذه الملتقيات وهميتها المدة الزمنية التي ستأخذ برأيك هل ستكون مختلفة عن المحاولات التي سبقت لإصلاح قطاع العدالة وهل ستنفذ مخرجاتها بالفعل ما أستطيع وقوله أنه فقط هناك ضمن واحد يمكن أن يضمن أن تنفذ مخرجات العدالة هو الإرادة السياسية إذا توفرت الإرادة السياسية وعلى قناعة أنها متوفرة لأنه كما قلت في بداية الحلقة الشجاعة للإقدام على هذا القطاع الحساس بحد ذاته يعبر عن إرادة سياسية لدى السلطات العليا للبلد لدى الرئيس الجمهورية ولدى أيضا موزير العدل وهذا يعيننا على فهم يعني جعلنا نكون مقتنعين إلى حد كبير جدا بأهمية هذه المنتديات وبأهمية مخرجاتها الإرادة السياسية أولا ثم أيضا على النقابات المهنية أن تتابع هذه التوصيات وأن تعتبرها يعني هذه التوصيات لا بد أن تترجم وهي ستترجم كخطط عمل وهذه الخطط العمل يجب أن تتابع من طرف النقابات وتتابع من طرف كل من لهم علاقة بالقطاع العدل لكي نضمن تنفيذها وتطبيقها سواء منها ما تعلق بنصوص نظمة سواء منها ما تعلق بمقرارات ومراسيم أو قوانين أو حتى ما تعلق منها بحقوق مكتسبة أو حقوق ضائعة يجب أن تستعاد إلى آخر ذلك شكرا جزيلا للسيد محمد فاطل الهادي الأمين العام لتجمع المهنين والخبراء القضائيين الموليتانيين على مشاركتهم عن نفاذ هذه الحلقة مشاهدين كرام أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة